نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف يضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية وأوضح المركز أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر وأيضا إقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة